اشتركوا في القناة سبحانه وتعالى ازاي يعني الكلام ده يعني بازن الله في بعض الاحلام او بعض الرموز او بعض العلامات اللي بتشوفها في المنام العلامات دي بازن الله بتدل على عوض الله عليك بعد الصبر يعني انت صبرت في موضوع معين او ابتليت بشيء معين ونفسك ربنا ينهي الابتلاء ده ويعوض عليك في الشيء اللي انت منتظره فطبعا اخوان العزاء في علامات اخوان العزاء بتصهر في المنام تدل على جبر ربنا سبحانه وتعالى للعبد وعلى عوض الله سبحانه وتعالى للعبد اخوان العزاء هنتكلم عن العلامات دي بالتفصيل ولكن قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو زي ما عودناكم احب اقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عند رؤية او حلم وحاب يفسرها ما ينساش يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اسرع وقت ممكن اول حاجة يا اخوان العزاء يعني اعوض ربنا سبحانه وتعالى على العبد دي من الاشياء المهمة جدا في حياة الانسان لان ما فيش عسر بيدوم ولا يسر بيدوم يعني ايه الكلام ده يعني الشخص اللي هو عايش في رخاء ومعندوش اي مشاكل سواء مشاكل مادية او مشاكل عضوية زي امراض اعزاكم الله طبعا ما يفكرش نفسه ان الشيء ده بيدوم لازم الانسان يمر بتجارب صعبة زي الابتلاءات دي دي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى على العبادة فالشخص اللي عنده ابتلاء يتأكد وييقن ويظن في ربنا خير ان ربنا هينهي ابتلاءه باذنه تعالى وان ان شاء الله هيحصل على هدية كبيرة جدا وهي عوض الله وجبر الله على هذا المبتلة باذن الله تعالى اول علامة اخواني عزاق من علامات العوض هي قمة الجبل يعني ايه قمة الجبل يعني انك تشوف نفسك بتصعد جبل او بتصعد سلالم او بتصعد في اسانسير مثلا او بتصعد مكان انت يعني حاجة صعبة انت بتعملها شيء صعب انت بتعمله وبتطلع لفوق لفوق وفي نفس الوقت بتوصل للقمة بتاعة الشيء ده يعني بتوصل لاخر حاجة في المكان ده فطبعا دي اشارة الى انك بعد الامور الصعبة اللي مريت بيها او بعض الابتلاءات اللي انت مريت بيها ان شاء الله الفرج وهتصل لأمنيتك وهتصل لغايتك ان شاء الله وباذن الله فرج قريب جدا ان شاء الله كمان اخواني العزاق رؤية الخروج من البحر اه ممكن تلاقي نفسك مثلا اه اعزاكم الله مرة تلاقي نفسك بتغرق مثلا في مياه او في بحر مثلا اه وممكن تلاقي ان انت عايم في مركب في بحر وممكن كمان تلاقي نفسك ان انت ماشي فوق المياه او بتخطي طريق او بتخطي مثلا مياه قدامك اه كل ما قدرت ان انت تتخلص من اه المياه ديت او الهموم ديت وقدرت تتخطى اه العقبات اللي قدامك وتخرج من المياه الغزيرة سواء كانت مياه اه بحر او مياه مثلا في طريق معين كل ما تقدر تخرج منها اشارة الى انتهاء همومك وانتهاء مشاكلك واشارة الى عوض الله عليك ان ان شاء الله في الايام القادمة بازن الله تنتظر العوض والبشارة وتنتظر الجبر من الله سبحانه وتعالى لان ده خير ليك بازن الله كمان اخوان عزائي رؤية اه النور بعد الظلام تكلمنا على النور كتير جدا في فيديوهات سابقة وقلنا ان النور من اهم الاشياء اللي نشوفها في المنام ورمز مهم جدا لازم نخلي بالنا منه كمان لما نشوف مسلا المكان اللي احنا فيه مظلم اه بعض الشيء كده ونلاقي النور خرج من اي مكان سواء نزل لنا من السماء او خرج من بطن الارض او خرج من جسدنا فيه ناس بتشوف ان النور بيخرج من جسدها مسلا النور يطلع من ايده اه يلاقي اماكن معينة في جسد الشخص منور كمان ممكن تلاقي مسلا المكان اللي انت اه قاعد فيه كان مظلم وفجأة تلاقيه نور كده فالنور بعض الزلام دي حاجة جميلة جدا تدل على عوض الله والجبر الله وان ان شاء الله ربنا هيرزوعك رزق حلال وهتفرح به بإذن الله تعالى كمان رؤية هدية من شخص محبوب في المنام اه مش شرط كمان ان انت تاخد هدية مسلا ممكن واحد يبيع لك شيء او يديك شيء معين اه كل الحاجات دي بتدل على انك ان شاء الله هتحصل على شيء غالي جدا وشيء سمين جدا حاجة انت بتتمناها في حياتك ان شاء الله اه طيب اه لو شخص مثلا اه كان متوفي وجاب لنا هدية في المنام دي اشارة الى رزق خادم وخير بإذن الله تعالى وفي بعض الاحيان الهدية دي او الشيء اللي بناخده في المنام بيكون مفسر نفسه يعني فيوقات مثلا اه واحد يلاقي نفسه ان هو بياخد اطفال من شخص معين في المنام دي اشارة الى انجاب والله اعلى واعلم كمان ممكن يلاقي ان هو بياخد رغيف خبز او بياخد فواكه مثلا دي اشارة الى اموال واشارة الى رزق قادم للشخص الرائي بإذن الله تعالى اه كمان اخواني عزيزي رؤية البقرة في المنام اه البقرة في كثير من الاحيان بتفسر على انها اه سنة او وقت معين يعني لما نشوف البقرة مثلا بترعى او بتاكل في ارضنا او مثلا البقرة موجودة في منزل اه احد الاشخاص دي اشارة الى رزق قادم وخير قادم للشخص ده ولكن الخير ده مرتبط بوقت معين يعني مش شرط انك تشوف الخير البقرة بكرة يبقى عندك الخلق بياخد وقت وفترة معينة عشان تتحقق كمان اخواني عزيزي رؤية المفتاح في المنام المفتاح من الرموز المهمة جدا اللي يشوفه في المنام يعرف ان فيه خير بإذن الله رؤية جميلة جدا انك تشوف مفتاح قدامك في المنام سواء مفتاح سيارة مفتاح شقة مفتاح بيت مثلا مفتاح بيفتح افل معين دي علامة على قضاء الحوائج وعلامة على ان ان شاء الله الابواب المغلقة في حياتك سوف تفتح بإذن الله تعالى اي امور متعطلة في حياتك اعرف انها بإذن الله هتتيسر معاك وهتنقضي لان المفتاح بيرمز الى فتح الابواب المغلقة سواء مثلا انت شفته او شخص اديك مفتاح في المنام شخص جاب لك هدية مثلا على هيئة مفتاح في المنام دي حاجة جميلة جدا حاجة تشير الى اصلاح الاحوال وان ربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليك عوض خير بإذن الله وهيشبرك جبر انت ما تتوقعوش في الايام القادمة بإذن الله تعالى اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية وحلم وحبب فالصراح ممكن يكتب تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله ارد عليه في اسرع وقت شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم